انا اقول شوية اجراءات بسرعة عشان نقدر نعمل كده لازم نساعد اولادنا ان هما يعرفوا هويتهم باننا كمربين كاباء وامهات كمدرسين كمواجهين ليهم لازم ندعم دايما تعرفهم على نفسهم مش نظن ان احنا عارفينهم اكتر منهم بلاش الكلمة انا اسف يعني بلاش الكلمة الغير حقيقية والكلمة الكذابة انا عارفك اكتر منك ليه طيب بتبقى عارف اكتر منه ساعدوا ان هو يعرف وبلاش تخليه ان هو لو حاول يقولك ان انت مش عارفه صح ان انت تقوله ان هو قليل ادب او ما ترباش لان هو بيخلفك في الرأي او بيخلفك في ان هو يكون عنده رغبة تانية غير رغبتك يبقى لازم نكون اول حاجة انت شغال مع ابنك كشاف كان في زمان في لعبة الكرة في حاجة اسمها كشافين قاعد تكتشف ابنك قاعد تلاحظه مش تلاحظه عشان تعقبه تلاحظه عشان تعرف الحاجات المميزة اللي فيه ولزيك الادارة الصحيحة مش انك تقبض على مرؤوسك وهو بيعمل غلط فتعقبه لكن الادارة الصحيحة ان تقبض على مرؤوسك وهو بيعمل حاجة صح فتكفؤه فتصبح دي عادة من عاداته يبقى احنا لازم نشتغل كشافين مع اولادنا بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده فإيه اللي يحصل فلما نشوف حاجة كده نصبر عليها ونكفؤ عليها ونكرارها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التفقد لاصحابه لانه حضرته صلى الله عليه وسلم كان يعايز يعلمنا ان احنا نديم التعرف على اقرب الاقربين الينا واحبابنا فيقول عن سيدنا الحسن زي ما قلت لكم ان ابني هذا سيد يصلح الله بيه بين نفقتين من المسلمين يبقى لازم نعرف كده ونعرف ان ده بيشرب الاولاد من اولنا من اول حياتهم ازاي يعرفوا زياتهم بقى لازم نشرب اولادنا احباطاتنا وتروماتنا وده حاجة تانية وده الاجراءة التانية بلازم نشربهم مخاوفنا لان ساعات احنا مش بنعلمهم احنا بنقلمهم ساعات مش بنعلمهم بنعلم فيهم بنعلم فيهم بالوجعة فبلازم نخلهم مخاوفنا من حقهم يقابلوا الحياة بصفحة بيضة ما فهاش كل هذا الخوف اللي عندنا لازم نربي اولادنا على عدم تعميم مواقف السلبية والتجارب فيخافوا من التجربة عايزينهم يحبوا التجربة وتتشكل عندهم تشكل شخصياتهم بدون صورة نمطية ويفضل تفضل الصور النمطية دي للأسف حائل بينهم انا هقول لكم حاجة الصور النمطية التي نعلمها لأولادنا نحن نعلمهم سوء الظن ونحن نعلمهم التشاؤم ولا نعلمهم اتساع الرؤية بلاش تشاؤمنا وسوء ظننا وتعميمنا المواقف السلبية ومخاوفنا ورعبنا وعدم يقننا من مدد الله لنا ننقلوا لأولادنا احنا مسؤولين ان احنا ما نعملش كده ده الإجراء التالي عشان ما يحصلش في لحظة من لحظات ان الحاجات تتوحش على أولادنا احنا محتاجين ايه بعد كده كمان؟ محتاجين حاجة مهمة جدا جدا نعلمها لأولادنا نعملها مع أولادنا كإجراء الامر التاني ان احنا نسمح لهم بشكل واضح طول الوقت ان هم يتكلموا ويتكلموا بصراحة ويبقى عندنا ساعة صدر اللي سمع كلامهم ايه اللي اقولكم حاجة ايه اللي مش هيكون صبور في تعامله مع أولاده دلوقت أولاده عا يدوروا على غيره ويسمعوا واذا حصل ده فأولاء فهم عا يفقدوا الانتماء ليه الاشد من كده وممكن يتشكلوا بطريقة أسوأ مما كان يتمناها اسمعوا أولادكم وانتو بتسمعوا أولادكم انبهروا والله لو انبهرنا باللي بيقولوا أولادنا أولادنا عا يطلعه ضرر وعا يطلعه كلام مهم جدا جدا واحد يقول لي ما انا مش شايفه فيه حاجة منبهرة اما انت لازم تغير رؤيتك ليه فانت بتسمع ابنك اسمع حد عنده حاجة يقولها حاجة يقولها في المشاعر حاجة يقولها في الأفكار حاجة يقولها في الأمنيات حاجة يقولها في الخيال حاجة يقولها لو اهتمت بي ده هتكتشف ان ابنك ده تمليان درد ابنك لسه حديث عهد بربي ما تجيش هو بيقومل كده تقول له مش ممكن يا ابني يحصل الكلام ده ما تعملش كده واحد بيقولك انا نفسي اكون اول مصدر اول صانع لكذا في الشرق الاوسط تقول له بلاش بلاش انت هتجيب من اين هو فيه فلوس انت مش شايف اللي احنا فيه انت مش شايف انا ايه اللي حصل لي اللي حصل لك ده ما يمنعش رزق ربنا الولدك الله سبحانه وتعالى فصل رزق يا ولدك عن رزقك نحن نرزقكم وإياه ودي رزق وانت لك رزق فما تجيش تقس رزقه على رزقك الله سبحانه وتعالى سيعامله مفردا لن يعامله معك فلازم انت تفهم ده رابع حاجة خلي عندك خلي عندهم هدف من هم وصغيرين ما يعملش حاجة غير بهدف ولازم دايما لما يكون هنده عدف وفيه حاجة بيحبها لازم تتحلو ان هو يتمرن فيها يتدرب فيها ما يبقاش عندك خوف ان دوات يباوز له يباوز له اللي هو بي مدرسه اكتشفه حاجة غريبة جدا ان كل ما بتتنمى مهارات الانسان كل ما بيزداد زكاءه كل ما بيزداد ابداعه كل ما بيتفوق في الدراسة فالزايك احنا لازم نزود مهارات اولادنا فلازم يبقى عندنا دلوقتي خلاص بلازم يبقى عندنا في ميزانيتنا ان احنا نخصص جزء لتدريب اولادنا في الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيتقنوها عشان الاولاد يبقى عندهم قيمة اضافية خامس حاجة لازم ندعم اولادنا ونساعدهم وكل ما يعملوا حاجة فيها قيمة إضافية نشكرهم وياليت نفعلها وياريت لو أن أنا تعلمت حكمة أو كلمة مهمة من ابني ياريت رددها كتير قدامه عشان يعرف أنه ليه أهمية يعني ابني لما يقول لي يا بابا احنا مش ممكن نأذي حد لأن اللي بيأذي حد أول حاجة بيتوجع هو لأنه واسعتها ما بيبقاش إنسان طيب أنا لو كررت الكلام ده مع ابني ابني ممكن في لحظة من اللحظات يكون من أفضل الناس في إصلاح العلاقات ما بين الناس ويدخل كلامه لقلوب الناس ويكون راجل متحدث لإصلاح القلوب وإصلاح العقول يا رب الإجراءات اللي احنا تكلمنا فيها النهاردة نعد وياريت تكلمونا وتقولونا أنتوا هتجربوها و هتكون النتيجة احنا مستمرين في بناء الإنسان مستمرين في بناء الإنسان لأن احنا مش هقول ما عندناش خيار لا لأن هي دي الحياة إذا احنا ما مشيناش في بناء الإنسان عنقرر نحنا نعيش على الهامش وإحنا مقررين إن احنا نعيش في ظل ولئن شكرتم لأزيد أنكم أولادنا نعمة والتفكير نعمة ومهارتهم نعمة والخير اللي جواهم الحديث الإعاد بربه ده نعم كتيرة لازم نشكرها وننميها ونكتشفها وندعمها يا رب أوزعنا إن احنا نشكر نعمة أولادنا فنساعدهم على إنهم يعرفوا هويتهم ويبنوا شخصيتهم عشان يكونوا قريبين إليك يا مولانا بالنعم التي تفيد بها علينا شكرا شكرا